يا مساء الخير والبركة على كل متابعين اكلنا بالمصر ان شاء الله النهاردة الحجة هتعملنا الكحك الخشن على السخن وفيه ناس بتسميه الكحك الخشن علشان كيلو الدقيق بياخد نصف كيلو سمنة ودي اقل كمية سمنة بتتعمل الكحك فماما النهاردة هتعمله على طريقتها بتاعت زمان ويلا بينا نشوفه الطريقة وفي الاول كده باسم الله الحجة بتسلم عليكم وعيرت ربع كباية مياه دافية وهتدوب فيهم معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية بس برضو ما تخليش المعلقة مليانة قوي علشان الخميرة الزيادة بتخلي الكحكة تخمر قوي والنقشة اللي انت عملتيها ملامحها بتروح فاكمية الخميرة لازم تبقى صغيرة بعد كده هتحط في الكباية معلقتين كبار سكر ناعم ولو ما فيش سكر ناعم ممكن نستخدم السكر العادي الخشن بس هنقلبه كويس قوي لحد ما نتأكد ان هو دب في الماء بس كده هو ده اللي احنا هنحطه في ربع كباية المياه الدافية ونقلب كويس بعد كده هنغطيها ونركنها على جنب لحد ما تخمر براحدها بعد كده هاوزن كيلو دقيق وكيلو دقيق بيعاير ثمن كباية اللي هو منج الشاي الازاز لو انت عندي كمية على بعض يعني وعايزة تعرفي المقدار بالكباية هتحطي الكيلو دي معلقة صغيرة ملح وهنا ماما حطت معلقة كبيرة سكر بضرة ودي يعني الطريقة بتاعتها انا عادة ما بحطش سكر تاني مع الديق بعد كده هنحط معلقتين او تلاتة او ممكن معلقة واحدة من السمسم المحمص يعني كمية السمسم هنا على حسب ما انت بتحبيه طعمه يبقى قدقي يعني في الكعك وممكن ما حطيش سمسم خالص لو مش بتحبيه فماما هنا حطت تلات معلق كبار هي بتحب السمسم الزيادة كده مع الكعك وهتبتدي تقلبهم وهتركن الدقيق شوية كده على جنب لحد ما نعاير السمنة علشان نعاير السمنة بالمظبوط هنحط الحلة او الكذرونة على الميزان وهو مقفول بعد ما نحط الحلة هنبتدي نفتح الميزان هيدينا زيره والحلة عليه بعد كده هنفرغ السمنة الحلة ونبتدي نوزن كده مقدار السمنة جوه الحلة خمسمية جرام بالزبط دي الطريقة اللي تقدر يتشغلي بها الميزان ناخد السمنة بقى ونرفعها على النار هنحطها على النار متوسطة وهنسيبها لحد ما تسخن كويس او تقضح ففي كذا طريقة اول طريقة ان انت بتحط ايدك فوق السمنة زي ما ماما عملت كده اول ما تحس بحرارة السمنة كده بتكون سخنة بالطريقة المزبوطة وفي طريقة تانية ان انت بتحس ان السمنة هتبتدي تعمل فقعات كده من على الحرف بس ما تسيبهاش لحد ما تدخن علشان ما تتقضحش معاكي قوي وطعمها يغير بس الطريقة الاضمن ودي طريقة ماما ان انت تاخذي بعد السمنة ما تسخن وتتأكد انها تخنت تاخذي منها مقدار معلقة الاول وتنزليها على الدقيق لو لقيت الدقيق عمل الرغوة وبدأ يفور كده شوية يبقى كده السمنة سخنت بالمزبوط او ادحت بالمزبوط فلو انت ما حستيش ان السمنة عملت الرغوة دي معا الدقيق تقدر يترجعيها على تانية على النار لحد ما تاخد درجة الحرارة اللي انت شايفها كده اول ما تنزليها على الديق لازم تعمل الرغوة وتحس ان هي بطفور كده بعد كده هنبتدي نقلب السمنة مع الديق ولازم تستخدم معلقة خشب او معلقة معدن ما ينفعش تستخدم معلقة بلاستيك ويحاول نتي برضو تحط الديق في حاجة واسعة عشان تقدر يتقلبيه كويس وقلبيه بالمعلقة كده الحاد ما الديق يسرى بالسمنة وتسيبيه الحاد ما يهدى شوية من الحرارة لان الديق هنا بيكون سخن جدا جدا فتخلي بالك من ايديك كويس قوي وانت بيت نزلي سمنة وتبعيدي خالص عنه لحد ما يهدى اول ما يهدى من الحرارة هتبتدي بتسيب الشكل ده هنا ماما بقى بتقولك ايه الدقيق ما يتبسش كده بالبوكس ولا حتى لما نحط السوايل يتعجن بالبوكس يعني ما تدلوش بوكسات كده وانت بتعمليه كده غلط هينشف منك لكن لازم يتبس يتبس ازاي يعني بين كف الايد كده بتفرقيه وهنا هينعم معاك ويتبس كويس قوي بعد ما هتبسيحل وقوي هتبتدي تجيب الخميرة اللي هي ربع كباية المية وننزل بها هي والسكر والخميرة على الدقيق المهم ان انت وانت بتبسي الدقيق مع السمنة بسيحل وقوي لحد ما ينعم معاك وتحس ان مفيش كطر خالص وان الدقيق شرب السمنة وبقى نعم جدا بعد ما تحط الخميرة هتبتدي تقلبي بالطريقة دي من غير عجل اول السوايل ما تتحط على الدقيق هنا احنا مش هنعجن ولا هنلت كتير خالص عشان الكحكاية ما تطلعش معاك مع الضمان بقى كده معانا مقدار كوباية مية دافية وبلاش تستخدم المية لساعة استخدم المية الفترة كده او الدافية بسيط وابتدي لمي العجينة بيها وبرضو هنا تقليب بسيط بص ماما بتعجل ازاي او ممكن انت بصوابع ايديك كده تلف فيها فوق الدقيق وتبتدي تزود بالمية شوية بشوية لحد ما تحس ان العجينة معاك بقت نعمة وطرية وممكن نعجل باللبن بدل المية بس الناس اللي بتعمل كميات كبيرة او من الكحكة بتفضل المية لان اللبن لما بيبقى في الكحكة بيقعد فترة كبيرة طعم الكحكة مع الوقت بيتغير المهم لما من العجينة هنبتدي نختبرها بناخد حتة صغيرة كده ونكورها في الايد ونضغط عليها لو العجينة طلعت كده نعمة وطرية من غير تشققات كده مظبوطة جدا لو لقيت فيها تشققات زوديها معلق او معلقتين ماي وضغطي العجينة واتسيبها ترتاح عشر دقايق بعد كده هنبتدي نقطعها ونشكلها بنقطعها لكور صغيرة بالمقدار يعني اللي احنا عايزينه لو كحكاية كده صغيرة ومن من ما قوي ولا بحجم متوسط ولا بحجم كبير هنا انا عملت حجم مظبوط كان وزن الكورة الوحدة خمسة وعشرين جرام ممكن تعمليها عشرين جرام وهتبقى صغيرة قوي وممكن تخليها تلاتين بس كده الكحكاية حجمها كبيرة المهم هنا انا بستخدم الميزان علشان القطعيات لكن انت لو في البيت ومش فارق معاك الحجم قوي هتعملي كده كرة بالتقريب وتبتدي تكوريها على ايدك وترسيها في الصاج الصاج مش مدهون اي حاجة خالص بس كل ما تكوري كده حتة عجين تضغط عليها بالبصامة وكده كرة العجين هتاخد النقشة وشكلها هيبقى مظبوط من غير تشاؤقات لكن انت لو كورتي الكمية كلها ورصتيها في الصنية بعد كده بدأت تعلمي عليها بالبصامة هتلاقي ان الكحكاية معاك شققت ده علشان العجينة شمعت شمعت يعني بدأت ان الوش بتاعها ينشف شوية لكن كده المقادير مش غلط ولا حاجة المقادير مظبوطة بس انت سيبتيها لما شمعت علشان كده كل ما تكوري كحكاية او حتة عجين اتغطي بالبصامة على طول وديها النقشة وهي طريجة لحتى بتخلص الكمية اللي انت بتشكلها خلصنا اول صاج بالبصامة بعد كده عملنا الصاج التاني بالفورمة بتاعة الكحكة بتاعة الزمان ودي طبعا عموة بتفضلها جدا المقدار بتاعها آآ طلع خمسة وعشرين جرام برضو بس الكحكاية دي مفروضة عن الصاج الاول فاحنا بعد ما خلصنا الكمية بنسيب آآ صاج الكحك يخمر حوالي عشر دقايق او ربع ساعة لو الجو حر شوي لكن الجو لو يعني مش حر بنسيبه نص ساعة بعد كده بندخل الكحكة فرن سخن بنزبطه على درجة حرارة مية وتمانين وبنحط الصاج على الرف اللي في النص عشر دقايق بعد كده الرف ده بنرفعه فوق خالص لأول درجة بس برضو النار شغلة من تحت بس وبنسيبه خمس دقايق تاني فالكحك ممكن يقعد من خمستاشر دقيقة لعشرين دقيقة على حسب حرارة الفرن عندك وبالشكل ده هيبقى مستوي حلوة قوي من فوقه من تحت لكن لو سبناء المدة كلها على الرف اللي في النص ممكن يبقى مستوي زيادة من تحت ولو الفرن عندك هاد شوية سيبق الصاج الربع ساعة كاملة على الرف اللي في النص ولو لقيت يوش الكحكة ابيض شغلي الشواية دقيقة او دقيقتين على نار متوسطة بس كل شوية لف الفلسانية علشان الكحكة ياخد لهم ده بمظبوط وهي دي طريقة ماما اللي كان بتعملها لنا من سنين الكحكاية مظبوطة قوي ونعمة ودايبة والله وهي بتكسرها جميلة وبتتفت جدا بس هما بيسموه خشن علشان الكحكاية فيها ارماشة بسيطة لكن طبعا مقدار لسامنا لما بيزيد الكحكاية بتبقى نواعي مع الاخر ولو مقدار لسامنا قل عن النص كيلو الكحكاية بتبقى مقرمشة قوي او بتحس انها خشنة فدي طريقة ماما اللي بتعملها لنا كحكاية جميلة جدا ومظبوطة ودايبة والله وان شاء الله ما تجربوها تعجبكم واستنونا مع الكحك الناعم الدايب والسلام